شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة أما الزرة التي تكتسب إلكترون تسبح ذات شحنة سالبة وينتج عن ذلك ارتباط ضعيف بين ذرتين كل منهما تحمل شحنة مختلفة عن الأخرى ومثال لذلك اتحاد ذرتين لتكوين كلوريد الصوديوم ناسل إلى هنا انتهى الدرس أتمنى أنكم فهمتوا وتعرفون تفرقون بين الروابط الآيونية وإن شاء الله راح نتكلم في درس آخر عن الروابط التساهمية ونشوف الفارق بين الروابط الآيونية والروابط التساهمية في اندماج الذرات إلى هنا انتهى الدرس كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي